نجاح أبداً بيجي بالصدفة فترة الخمسينيات من القرن الماضي كان فيه شاب اسمه محمود رضا كان حلمه أنه هو يكون فرقة بتقدم الفولكلور المصري عشان يحقق حلمه ده لف كل المحافظات عشان يجمع كل الرأسات المتعلقة بالفولكلور مش بس كده ده ساب الشهرة وسب السفر لأوروبا وكمان الوظيفة الحكومية المضمونة عشان يحقق اللي بيحلم به بالرغم منه ما كانش في دعم مادي بيحظى به عشان يحقق اللي نفسه فيه لكن كان متأكد من النجاح اشتغل لحد ما قرموا الرئيس جمال عبدالناصر وقدم كل الدعم لفرقته فرقة رضا كمان الجمهور قرموا بأنه هو فاكر كل أعماله نفتكر كده مع بعض بقى حلاوة شمسنا لقصر بلدنا ورأسة اللمونة وغيرها وغيرها من الاستعراضات هنتكلم عن فرقة رضا مع ضيفي اللي مشرفني النقد المصرحي الكبير الأستاذ محي إبراهيم أهلا بيك أستاذ محي يا صباح الخير على حضرتك فرقة رضا على فكرة موضوع رائع فرقة رضا ليست في وجدان المصريين فقط ولكنها في وجدان مش عايز أقول العالم كله لكن في وجدان أغلب بلدان العالم كله لأنها صورت مصر أروع ما يكون التصوير ولذلك ارتبط بها العالم يعني أنا عايز أقول أن فرقة رضا هي السفير الأعظم لمصر لأن العالم ما بيتفرجش على أفلامنا ولا مسلسلاتنا العربية قد ما بيتفرج على الفلكلور الشعبي ففرقة رضا أنا باعتبرها أيقونة المصرح المصرح الفنون الشعبي بل أقدر أقول أني اسم مصرح الفنون الشعبية هو نبع أساسا من فرقة رضا طيب هل كان فيه تجارب سابقة لفرقة رضا والذي الأولى من نوعها في مصر هي دي الأولى من نوعها من مصر ونتمنى أن نشوف أخرى لكن هي الأولى والأخيرة لحد النهاردة هي متفردة إلى الآن لأن العقلية التي تبنت بها في رضا هي عقلية إصرار عقلية حب عقلية انتماء عقلية ولاء يعني أنا شخصيا يعني ككاتب دراما لو حبيت أكتب دراما عن مسلسل عن فرقة رضا هتبصت لقي أن فرقة رضا متوغلة توغل شديد جدا في الفن المصري الفلكلور المصري المجتمع المصري والسياسة المصري السياسة كبير السياسة طبعا طبعا يعني في اللي حصل ببساطة شديدة أن البدايات خلص البدايات الاحتكاك احتكاك الشرق بالغرب عن طريق الفنان محمود رضا كان في فرقة أرجنتينية بتقدم رقصات شعبية فلكلورية أرجنتينية في تانجو بقى أو الحاجات لا الشعبية الفلكلوري الأرجنتيني لا مش في الأوبارج في الهرم كان مشهور جدا في وقتها يعني وكان رئيس الفرقة ديت واحد اسمه ألفريدو ألاريا وكان مشهور في مصر بيستنون المصريين والنخبة لما ييجي شهرين في السنة ويقدم عروضه في الأوبارج فرح له محمود رضا وكان محمود رضا لسه طالب في باكالوريوس تجارة وبيحب الرأس يعني زي ما تقول مثل أعلى كان أخوه علي رضا وكان أكبر منه بخمس سنين الفنان علي رضا علي رضا اللي هو ظهر في بنيت تشباكنا ستيرو حريش علي رضا ده مخرب ونفس الشخصية وفنان كان مبدأ كان مبدأ فرح للفرقة ورح لألفريدو قال له أنا بحب الرأس قال له ورينا فعمل حركات هيلة جدا فقبله في الفرقة وقال له أنا عايزك معي فخده ورح أقدمه عروض في ساني ستيفان وفي اسكندرية وبعد كده سافر معاه روما وفرنسا فلا حاجات تانية خالص حاجات تانية خالص الشغف بقى كان موجود بدأ ينظر لها بعقل الواعي بعقل الواعي محمود رضا بدأ يبص للرأس بعقل الواعي قال لك طيب الله طيب أنا بقدم فلكلور أرجنتيني وبالبس اللبس الأرجنتيني وبعمل طيب أنا ده أنا عندي فلكلور أعظم من الفلكلور الأرجنتيني وكده طيب أنا ننزل مصر وأعمل الحكاية وكانت هنا البداية البداية هي فرقة الفرقة بتاعة ألفريدو دي والنهاية اللي هي أو بداية فكرة الفرقة المصرية لما هو قرر أنه يسيب الفرقة وينزل مصر ويبدأ يعني الفرقة بس دي مرحلة صعبة بيتاليا سنوحي جدا إنك هتعمل فرقة وتجيب عناصر وتضرب وتتصقف وتلف وتشوف الفولكور هنا إيه وهنا إيه وإحنا مجتمعنا سري في الوقت ده كان مجتمع في الوقت ده كمان المجتمع كان رافض فكرة الرأس إن ابنه يطلع راقص أو بنته تطلع راقصة وبتاع المجتمع كان غير النهاردة يعني هو قبلته كمان مشكلة بعد ما رجع إنه هو كان خاطب السيدة نديدة رحمة الله عليها اللي هي أخت السيدة فريدة فهى كان خاطبها وبعدين نازل عنده الفكرة بس يجيبه فاطح وعايز يتجوز نديدة فقرر نشتغل في شركة في البترول لكن ما احتفاظه بالفكرة دي الكلام ده كان ساعة اربعة وخمسين سنة ستة وخمسين علاقة أخوه المخرج الكبير علي رضا بيحيى حقي علاقة صداقة جميلة ففوجئ بجواب جاي من رئيس مصلحة الفنون أستاذ يحيى حقي بيقول له احنا عايزينك تيجي تمثل دور البطولة قدام نعيم عكف في رواية اسمها يا ليلي عين دي حكاية طويلة يا ليلي عين ديت يعني لها حكاية يعني مش عايزين نتواغل فيها فطبعا نعيم عكف رقم واحد في مصر وكدب له بقى بخمسين جنيه في الشهر فهو أراها خمسة جنيه في الشهر وبالرغم كده كلام ده كان سنة ستة وخمسين كويس اتعرضت يا ليلي عين أربع شهور في طار الأوبرا هو اللي صمم رقصتها كلها ده محمود مستوحى من مين من بيع العير إيسوس في السيدة زينب هو تولد في غمرة بس تربى في السيدة زينب فشاف بيع العير إيسوس بيع الملانا بيع اللب يعني شاف الحالة الشعبية فاستوحى منها في يا ليلي عين كل الرقصات اللي كانت موجودة في عبرات يعني هنا نشأة برضو فرقت طبعا طبعا هو كان ينظر لها نظرة الفنان العقري كمان يعني مش أي حد يبص على بيع العير إيسوس ممكن ياخد منه كباة ويمشي إنما لا هو شايفه بيتحرك إزاي شايلها إزاي بيع الملانا بيع الفول بيع العيش كان هو بينظر لكل تفصيل في موالد السيدة زينب الاحتفالات ده بيعمل إيه وإذا فعمل كل ده وصوره على المسرح فاشتهر شهر عجيبة جدا أربع شهور أرش كومبلي إلى أن قامت العدوان السلاسي سنة ستة وخمسين فتوقف كل شيء حتى أوبريت يا ليلي يعيني توقف وتوقف كل شيء إلا بزوغ نجم فنان استعراضي جديد اسمه محمود رضا العالم كله عرفه في مصر يعني عرفوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة